السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من غرائب القصص قصة للس التقي يحكى أن شابا تقيا أراد أن يتلقى العلم من أحد شيوخ زمانه بعد أن عرف عليه بعض الجهل وقلة المعرفة في أمور دينه ودنياه فقصد أحد العلماء ليتتلمذ على يديه فكان أول ما قال الشيخ له ولزملائه في حصته الأولى لا تعيش عالة على الناس فإن العالم الذي يمد يده للناس لا خير فيه على كل واحد أن يذهب ويعمل بالحرفة التي كان يعمل بها والده وليتق الله فيها خرج الشاب من الدرس متحمسا وذهب إلى والدته ليسألها عن الحرفة التي كان يعمل بها والده قبل وفاته ظهر على وجه أمه القلق والاضطراب وقالت قد ذهب والدك رحمه الله فلماذا تبحث عن الحرفة التي كان يعمل بها؟ ابحث لك عن عمل تحبه وتتقنه وليبارك لك الله فيه فأخبرها ابنها الشاب بما طلب منهم شيخه وألح عليها كثيرا ليعرف الحرفة التي كان يمتهلها والده حاولت المرأة أن تتهرب من الإجابة على سؤال ابنها ولكنه ظل يلح عليها حتى ردخت لطلبه وأخبرته من حيث لم تكن تريد البوح به فقالت له يا ولدي إن والدك كان للصن حزن الشاب ورد عليها في انكسار وتدمر ولكن الشيخة يريدنا أن نعمل بنفس حرفة والدنا وأن نتقلها فيها قالت الأم في غضب ويحك يا هذا وهل في السارقة تقوى الله وبما أن الشاب كان قليل العلم فقد باشرها بالقول هكذا قال الشيخ وهذا ما اقتنعت به ولا أحب أن أحدثه في الأمر وما علي إلا أن أعمل بقوله فلا يصح أن يطيعه أقراني وأعصيه أنا وبالفعل ذهب الشاب وأصبح يسأل ويتعلم ليعرف كيف يحترف السارقة ويصبح للصندو مهارة عالية وعندما شعر أنه تمكن من الحرفة أعد العدة وصل صلاة العشاء وانتظر حتى نام الناس وخرج ليسرق كما كان يفعل أبوه وكما أمره شيخ في اعتقاده هكذا استعد الشاب لمباشرة عمله فقرر أن يبدأ بسرقة بيت جاره ولما هم أن يدخله تذكر أن الشيخ قد أوصاه بتقوى الله فقال في نفسي أنه ليس من التقوى أن يقوم بإيذاء جاره وسرقته فأخذ يتفحص هذا البيت وذاك ومر ببيت في آخر الدرب وهم أن يسرقه ولكنه تذكر أن هذا البيت دار أيتام والله عز وجل حذر من أكل مال اليتيم وظل اللص التقي يمشي ويتخطى المنازل حتى وصل إلى دار تاجر غني بدور حراسة وكان يعلم كل الناس أن هذا التاجر لديه الكثير من الأموال والمجوهرات التي تزيد عن حاجته وهنا حدث الشاب اللص نفسه بأن هذا هو المنزل المناسب لتنفيذ عمله وبالفعل تمكن من الدخول إلى المنزل بسهولة فوجده واسعا وبه غرف كثيرة مليئة بالآثات الجميلة والثمينة ظل اللص يصير بين الغرف يبحث عن ما يسرق حتى وجد صندوقا مليئا بالذهب والفضة فهم أن يأخذه كله ولكنه فكر أن يكون هذا التاجر ربما لم يخرز زكاة أمواله بعد فأخذ دفاترا وجد مع السندوق وبدأ يراجع الحسابات فأحصل أمواله وحسب مقدار الزكاة ووضع مقدارها جانبا ملتزما بنصيحة شيخه الذي أمره بتقوى الله في العمل إنها الطاعة وعندما انتهى من تصفية المال من مستحقات الزكاة أوشك أن يحمل المال وينصرف ولكنه سمع آذان الفجر فتريث اللس وقال تقوى الله تقتضي بأن أؤدي الصلاة أولا فقام الشاب اللس التقي المطيع لشيخه وتوضأ وقام ليصلي ركعتين قبل صلاة الفجر والصبح وبينما هو يصلي ويرتل القرآن إذا بالتاجر الذي قام لصلاة الفجر سمع القرآن يتلى في بيته فاتجه نحو مصدر الصوت فاندهش فاندهش وتعجب مما رأى صندوق الأموال مفتوحا ورجل يقيم الصلاة في بيته إن هذا لشيء عجاب فسألته زوجته ما هذا؟ فأجاب التاجر في دهشة والله لا أدري فانتظر حتى انتهى اللس من صلاته فأسرع إليه يسأله من أنت يا هذا؟ وماذا تفعل هنا؟ فأجاب اللس الصلاة أولا ثم الكلام وانتظر حتى توضأ صاحب الدار وصلى ركعتي الفجر وبما أن الإمامة تكون لصاحب الدار فقد صلى اللس مأموما وبعد أن أتم صلاتهما سأله التاجر بالله عليك أخبرني من أنت وماذا تريد فأجابه الشاب أنا لس اندهش التاجر من الرد وقال له وماذا تفعل بذفاتري؟ فأجابه اللس أحسب الزكاة التي لم تخرجها منذ ست سنوات وقد حسبتها الآن لوضعها في مكانها الصحيح وإعطائها لمستحقيها كاد التاجر أن يجن من فعل هذا اللس فسأله في غضب هل أنت مجنون؟ ماذا تريد مني هذا؟ فأخبره اللس التقي بقصته كلها وعندما سمع التاجر سر فعلته أعجب به كثيرا وقال له اسمع يا ولدي لدي بنت ما رأيك لو زوجتك إياها وجعلتك كاتبا وحاسبا عندي وأسكنتك أنت وأهلك داري وجعلتك شريك في تجارتي فوافق الشاب اللس التقي وتزوج ابنة التاجر الغني وأصبح يمارس التجارة والمحاسبة وكان يحضر مجالس العلم وقت فراغه وهكذا عاش داخل أسرته في سعادة وهناء ترجمة نانسي قنقر